الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلين سيدنا ومولانا محمد قائد القر المحجرين وإمام المتقين وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعنوالاهم بإحسان المسل العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتقدم بجزيز السلام إلى هذه اللجنة القائمة بتنظيم هذا المجتمع وإلى دولة روسيا رئيساً وحكومةً وشعباً التي قامت بإتدافة هذا المجتمع فانقطبت بأصر موجزاً حول التعالف السلمي وتصالح الديني في الإسلام وقد ألخصه في هذه التقائق المحدودة إن شاء الله فإن كل من يدرس الإسلام دراسة نظيهة بعيداً عن التأصب الديني يدرك حقيقةً واحدةً لا ثانية لها وهي أن الإسلام دين رحمة وتصاموه وتعايس سلمي مع كافة البشر أفراداً وجماعاتاً ويغلم أن الإسلام لم ينظر إلى من لم ينتصب إليه من أهل الأديان الأخرى نظرة انتقاصه بل نظر إليه نظرة اهترام وتقدير باعتباره مخلوقاً مكرماً بغد النظر عن دينه ولونه وجزه انتلاقاً من كونه تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني عادة وهملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا التبديل وقد هس الإسلام على حسن الخلق والتصاموه والمحبة وحرص على خرية الأقيدة مع اخترام ممارستها وعدم الإجبار على تركها والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد فيها مزيجاً إنسانياً متنوعاً من حيث الأديان ومن حيث الانتماء القبل والعشائر ومختلف الطوائف والميلان هناك المهاجرون من قريش والعنصار المسلمون من العوس والخزرج والوثنيون من العوس والخزرج إضافة إلى قبائل اليهود الثلاثة بان القريزة وبان النظير وبان القينقاء والعراب الذين يسكنون ما أحلي يسرق والموالي وغيرهم فكانت هذه القبائل متنافرة ومتناحرة ومتشاجرة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة المنورة فأول ما قام النبي صلى الله عليه وسلم هو تعصيص النزام يقوم على التعاييس السد والتصامح الديني فتمكن هذا المجتمع المتنوح بين الدين الإسلامي وبين أهل الكتاب وبين الوثنية والعشائرية أن يتعايز بأمن وسلام وعلفة ووئاب فقد كان الرسول عليه السلاة والسلام سمحا كريما نفس متحليا بالصبر والعلم والعنات وليس بفضل ولا غليز القلب ولا يدمر الحقد ولا الكراهية لأهد محما كان دينه وجنسه وتوجهه ومؤتقده ولا يجزه بالصيئة الصيئة ولكن يأفو ويسفه وحتى عندما انتصر على مشرك مكة فإنه لم ينتقم منهم بل أفا عنهم على الرغم مما لاقاه صلى الله عليه وسلم هو وأصهابه من المشركين من السخرية والإسهداء وأنواع العزاء وهذا هو أقوى دليل وأكبر شاهد على أن الإسلام هو دين عالمي يخاطب البشر بمختلف آجناسه وعطياسه وعلوانه دون تمييز يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والإسلام دين يوافق الفطرة السليمة يدعو إلى التوازن والاعتدال والعضل والمسامة يقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسلم ومن تسامه الإسلام وأقل أنه جعل اقتمال إيماننا مرتبطا بإيماننا وتصديقنا بجميع الأنبياء والرسل والقدس السماوية السابقة ودعا إلى احترام المسيحية واليهودية وجميل العديان وإلى تخريم الإنسان واحترامه لإنسانيته دون النذر على دينه وجنسه ولكن للأسف حيث يحاول البعض بشكل مباشر أو غير مباشر تسويها سورة الإسلام والمسلمين وذلك عن طريق إيسان أفخار خاطئة ومشوحة عن الإسلام فيسفون الإسلام بالإرهاب والمسلمين بالإرهابيين ويسخرون من نبينا عليه الصلاة والسلام بزامن أن هذا من خرية التعبير وخرية الرعي ولكن بالله عليكم أين اهترام الرعي وأين اهترام المقدسات فالكل يعلم والقطب التاريخية تشهد أن المسلمين أبرى تاريخهم لم يبدأوا أحدا بالحرب بل كانوا داعما في موقف الدفاع عن الوتن والمال والعرض والدين ضد كل من يحاول الاتداء للغرمات ويحددوا عمن البلاد واستقرارها وقد علمنا الإسلام والإنسانية عن نكف في وجه الظالم حتى يكف عن ظلمه وأن نساعد المظلوم حتى يأخذ حقه من الظالم إذن والذي نؤمن به ولن نزيغ أنه هو أن الإسلام دين اليسوي ودين خرية العقيدة ودين التصامه والتعايس السلمي مع أصحاب الشرائل أخرى وخير دليل على ذلك التعايش التعايش الذي كان داخل المدينة المنورة في أهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم العهدة العمرية التي كتبها سيدنا عمر بن خطار رضي الله تعالى عنه لأهل العلياة قدس عندما خطاها المسلمون آم عندما خطاها المسلمون آم ستمائة وثماني وثلاثين الملادية حيث أمنهم على كانائسهم وممتلقاتهم وعموما فإنما يسميه المجتمع الدولي اليوم بالإرهاب لا يمكن أن يكون وليد الأديار وإنما هو وليد الأقليات الفاسدة والقلوب القاسية لأن القلب الربانية لا يعرف الفسادة ولا التخريبة فنسأل الله أن يشرها السدورة ويهديها ويسود العالم على عم والسلام والمحبة وينتشر التسامه بين الناس جميعا آمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شكرا